كداء السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر أن أربعة سجناء سعوديين فقط هم من تبقوا في السجون المصرية بعد أن تم حل القضايا الأخرى المتعلقة بهم كما أوضح السفير قطان إلى أنه تم التوصل مع الجهات المصرية المعنية إلى حل قضايا التأشيرات ومشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والتي بلغت ثلاثين قضية كدير السعودي بالقاهرة أحمد قطان أنه في إطار جهود تسوية قضايا السجناء السعوديين في مصر تمكنت الجهات المعنية في الصفارة من الوصول مع القضاء المصري ومع الجهات الأمنية إلى حل قضايا أغلب السجناء السعوديين حيث أحيل بعضهم إلى المملكة لقضاء ما تبقى من محكوميتهم وتم الإفراج عنهم بموافقة الحكومة المصرية ولم يتبقى سوى أربعة سجناء سعوديين فقط في السجون المصرية يتم التنصيق حاليا حيال وضعهم اتفاقية مبادلة المجرمين بين القاهرة والرياضة بتقوم على أساس ضمان استكمال فترة العقوبة السجين في دولته بما يضمن حقوق المجنع عليهم لأن الاتفاقية لا تستهدف في التأكيد مكافأة المجرم وأطلق صراحه قبل استكمال فترة عقوبته وإنما تستهدف في المقام الأول التخفيف عن أسرة هذا المتهم أو هذا السجين من خلال قضاء فترة عقوبته في بلده بما يضمن أن أسرته تستطيع أن تزوره هذا القرار في كل حوال قرار جيد لأنه كلما كان الوضع القانوني للمصريين في المملكة العربية السعودية أو السعودين في مصر طيب وفي إطار القانون وتم تصفية أوضاع الناس أظن هذا بيصبح في صارع علاقات البلدين السفير السعودي قال أيضا أنه تم التوصل مع الجهات المصرية المعنية إلى حل قضايا التأشيرات ومشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والتي وصلت إلى ثلاثين قضية وكانت الفترة الماضية قد شهدت التوصل إلى حلول لعدد من القضايا والمشكلات التي ظهرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بين المستثمرين السعوديين وجهات حكومية مصرية وذلك في ظل تعليمات واضحة من الرئيس المصري والحكومة للجهات المعنية بحل كافة المشكلات الخاصة بالشركات السعودية في مصر بوجه خاص والشركات الأجنبية المستثمرة بشكل عام بعد ثلاثين يونيو مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة بدأت السلطات المصرية التحرك على مصارات عديدة لتسويت أزمات أو خلافات المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمرات ومن بينها الاستثمرات السعودية اللي باعتبار أن السعودية أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر وبالتالي تسويت أي قضايا أو أي ملفات عالقة تخص المستثمرين السعوديين تأتي على رأس أولويات السلطات المصرية مشاكل المستثمرين كانت ملف مقلق ومزعج للبلدين وما كان يمكن الحديث عن بدء تدفق استثمارات عربية ومنها الاستثمارات السعودية والأماراتية على سبيل المثال في المستقبل بدون التوصل إلى تسويات تراعي تطبيق القانون وتراعي العدالة وخلال الفترة القادمة تتواصل اللقاءات والمباحثات بين الجانبين المصري والسعودي لتزليل أي تعقبات وحل أي مشكلات سواء خاصة بالمستثمرين أو المواطنين من البلدين التنصيق والتعاون بين السلطات السعودية والمصرية يأتي في إطار تفاهم كامل بين الجانبين وتعليمات واضحة من القيادتين في البلدين بتزليل أي تعقبات لما فيه صالح الشعبين والبلدين الشقيقين وصم عبد المقصود لبرنامج مساء الوطن القاهرة بهذا وصلنا لختام مساء الوطن لهذا اليوم مشاهدين بإمكانكم متابعتنا على حسابات البرنامج في مواقع تواصل اجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب ألقاكم غدا بإذن الله في مساء آخر إلى اللقاء